اشتركوا في القناة وتوفير كافة الخدمات لاستيعاب حاجة التجار والباعة مبينا أن مشروع تركيب المكثفات الكهربائية الذي قد أنجز بنسبة 95% سيسهم في ترشيد حجم الاستهلاك اليومي للكهرباء وخفض النفقات التشغيلية من جهته بيّن سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على مراقبة ومتابعة حركة الأسواق المركزية بشكل مستمر وذلك من حيث سيابية تدفق السلع الغذائية والتعرف على العوائق التي تحول دون ذلك للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورصد أي مظاهر غير قانونية والتعامل معها وفقا للإجراءات المتبعة ترجمة نانسي قنقر